اشتركوا في القناة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام وحيكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم للصائم فرحتان نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من حلقاته وللاستفادة من هذا الشهري المبارك ونحن في بواب شهري رمضان الكريم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين أدركوا رمضان لا من الذين أدركهم رمضان وأتمم ما كنت قد بدأت الكلام وإياكم فيه في هذا الموضوع موضوع الصيام وكنت قد وقفت عند حديث معاد وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معاد إنك سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يصره الله عليه أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ووقفنا عند معنى العبادة ومعنى هذه شمولية العبادة للأركان الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وهي التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاد أن تعبد الله لا تشرك به شيئا بمعنى أنك تفرض الله عز وجل سبحانه وتعالى بالعبادة استقل الله عز وجل سبحانه وتعالى تبتعد عن الشرك ولقمان وهو يوصي لابن ديالو تقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وانظر إلى أن الشرك ارتفع إلى درجة الظلم وأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يعني هذه الأمور هذه كلها قلنا في ختم الحلقة الماضية أن الإنسان مطالب بتصحيح عقيدته بر به عز وجل سبحانه وتعالى قبل أن ينتقل إلى الأركان الأخرى ولذلك لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يطوف في مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفليحوا لماذا أفسدته الجاهلية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق يعني صح حسدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفسدته الجاهلية في الناس لأن الناس في مكة وفي شبه الجزيرة بلد الأنبياء يعني في الوقت اللي جسدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجد بأن الأمة قد خرجت من ديانة التوحيد إلى ديانة الشرك حتى صار لكل إنسان صنم يعبده وحتى صار لكل دار صنم تعبده وحتى صار لكل قبيلة صنم تعبده فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصعر الصفا ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه بمعنى استقم استقم لله عز وجل سبحانه وتعالى قبل أن تنتقل إلى شيئا آخر قبل أن تعلم شيئا آخر يلا بد أن تعلم الله عز وجل سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم أولاً اعلم من تعبد لمن أسجد لمن أركع لمن أصوم لمن أصلي لمن أزكي لله الواحد والأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد لما تعلم هذه الأمور يقين كله في الله عز وجل عندك اليقين تان في الله عز وجل سبحانه وتعالى ما عندك مشكل كل شيء لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن انت خرجتي وتوكلتي على الله عز وجل سبحانه وتعالى من اللي خرجتي بيت كدرتي الدعاء وقلتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ناداك المنادي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك الملك أن هديت وكفيت ووقيت سائر اليوم انت كلك غدي لله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك لما تترك شركها تتكون فيها التدلل وفيها الافتقار وفيها الخشوع خاصة ونحن في شهرين عظيم شهر تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب النيران وتغل فيه مندت الشياطين وفيه ليلة فضلها خير من ألف شهر سيئة الكلام في ذلك إن شاء الله وتعالى هذه الأمور هي العبادة هي اليقين في الله عز وجل سبحانه وتعالى فقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يقول هذه الكلمة وينادي في الناس قولوا لا إليه بيتت في الحب قولوا لا إليه أشنين يقولوا ليه مش غير قولوا باللسان يقولها القلب اليقين الاعتقاد التام ملجازم في الله عز وجل أنه هو الضار وهو النافع سبحانه سبحانه فحتى أن هذه المسألة التي حارب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية بقول لا إله إلا الله حتى أن بعض الناس صار لهم أصنام حتى أنه منهم من له صنف سحراء حتى أن أعرابي خرج دات يوم يعبدوا إلهه وقد صنعه من حجر في صحراء فوجدت علب صعد فوق رأس هذا الصنم وبال فوق رأس الصنم فبدأ الأعرابي ينظر 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 تعلب صعد فوق الصنم وبال على الصنم وبدأ يفكر ويخدم ويستعمل عقله يستعمل نعمة العقل اللي أعطاه الله عز وجل سبحانه وتعالى فأنشد قائلا وقال في نفسه كيف شهد الصنم لينا تنعبدوه جاي وهو ما مرد الأدى على نفسه غد يرد عليه الأدى فأنشد بيتا عظيما عرب يبول الثعلوبان وبرأسه لقد دل من بالت عليه التعريب وهر الصنم وزد في حالته وعليش لأنه أعرف بأن النافع والدار ماشي هو هذا الصنم كي ينشي حاجة في هذا الكون هذا الذي خلق الشمس تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها والقامر تخرج في وقته والشمس في وقتها وما الليل سابق النهار يعني كل هذه الأمور هذا الكون كل يجري في فلك كل يجري في فلك هذا دليل على أن الله عز وجل هو الصانع هو الخالق سبحانه سبحانه وتعالى ولذلك لما يألم الإنسان كل هذه الأمور تكون عبادة الله عز وجل سبحانه وتعالى عبادة قائمة لله عز وجل بعد أن صحح الحبيب صلى الله عليه وسلم العقيدة وبعد أن دعا إلى عبادة الواحد لأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد حتى نزلت صورة في هذا الباب وهي صورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد فهو الذي يستحق العبادة هو الواحد الأحد الفرض الصمد سبحانه سبحانه بعد ذلك جاء الفرض آخر لهو الصلاة ونحن ننبيه على هذه الفرائد باعتبارها من أهم ما ينبغي للعبد أن يحافظ عليه في رمضان ما عندها معنى الإنسان يصم وهو لا يحافظ على الفرائد الأخرى الصيام جاء في الدرجة الرابعة بعد أن يحقق العبد هذه المسائل ينتقل إلى ماذا كيف جدعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إلى الصلاة والله عز وجل سبحانه وتعالى يأمرنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سيدنا بن عباس رضي الله عنه وقد علمه الله تعالى من تفسير القرآن ما لم يعلم غيره وأستجفه الله تعالى دعاء ديال سيدنا رسول الله وفقه في الدين وعلمه التأويل تقول ثلاثة الآيات مقرونة بثلاثة منهم هذه الآية وأقيموا الصلاة وأدوا الزكاة من أتى الزكاة من أقام الصلاة ولم يؤدي زكاة ماله ما أقام الصلاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول من أطاع الله ولم يطيع رسول الله ما أطاع الله أنا أشكر لي ولي والدك من شكر الله ولم يشكر والده ما شكر الله هذه الثلاثة الآيات كل واحدة ما أختها إلى اللولى ما صحتش ما تصحش تانية وإلى ما صحتش تانية ما تصحش الأولى ولذلك الإنسان دائما دائما يتبع يعلم ما في كتاب الله تعالى وما كان ليعلم ما في كتاب الله تعالى إلا ما تكلم به إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا ومبينا ومخصصا ومفصلا لكل ما جاء في كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى سواء كان عاما أو خاصا أو مجمالا فهنا الصلاة حفاظ على الفرائد الله تعالى فرض علينا خمس صلاة وقد تعرفوا أيها الأحبة وأنا نوقف اليوم على هذا الركن بعد العبادة يعني بعد الشهادة على مفهم الصلاة أن هذا الركن هو الركن الوحيد الإنسان يرض منه البال لماذا؟ لأنه استدعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم باستدعاء رسمي ليلة الإسرائي والمعراج ليوم أسري به ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى ثم بعدها جاء العروج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا إلى اللوح المحفوظ لماذا؟ الإنسان يطرح هذا السؤال هناك فرضة الصلاة أمام الله عز وجل من شهد على هذا الفرض؟ الله الحق سبحانه وتعالى بمعنى لا ضيعته ضيعته حق من أعظم حقوق الله وهو ماذا؟ هو الصلاة ولذلك الإنسان ينبغي أن يحافظ عليها وما فيها معنى الإنسان فرماداً أنه يحافظ على صلاة القيام وأنه يحافظ على صلاة الطروح لكنه لا يحافظ على صلاة الفرض وهذا فهم مخاطئ لدين الله تعالى بل أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على صلاة الفرض لقول الله تعالى في الحديث القدس وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه هذا الشيء الذي يفرض عليك الله تعالى تقرب حفظ على الفرائد أولاً وهذه هي الدعوة التي يدعى الله التي يدعى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد إذا أريد هذا العمل العظيم الذي يقربك لجنة ويبعدك عن النار حفظ على الفرائد أولاً حفظ عرف أشنا هو الله وعرف أشنا هو الزكاة وعرف أشنا هو الصيام وعرف أشنا هو الحج هذه الخمسة وجاء صحابينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله صحابتي سوزين أرأيت إن صليت المكتوبات صليت صليت المكتوبات وصمت رمضان وأديت الفرائد لفرض علي الله تعالى ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة قال نعم بمعنى أن دين الله تعالى يحصون في ماذا في الفرائد أن يضبط الإنسان الفرائد بعد أن يضبط الإنسان الفرائد ومنهم هذه الصلاة يحافظ على صلاة الصبح في الجماعة وفي المسجد يحافظ على صلاة الدهر في المسجد وفي الجماعة يحافظ على صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء وهكذا يحافظ لما يحافظ الإنسان على هذا الفرائد العظيمة أنا ذاك ينبغي له أن ينتقل إلى النوافل لقول الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدية تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إله هو ترك الفرائد ومشى للنوافل وإله هو اضبط الفرائد ومشى للنوافل هكذا الله عز وجل سبحانه وتعالى أمرنا فالصلاة أيها الأحب الله عز وجل يحدننا في قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أهل التفسير لما وقفوا على هذه الآية قال لك أضاعوا الصلاة ماشي ما تيصلوش وتيصلوا ولكنهم يخرجون الصلاة عن وقتها تيصل لي وقت معي يصل لي دابا ولا يصل لي واحد شوية ولا يصل لي كذا ولذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه لما نزل قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال عمر رضي الله عنه الحمد لله لما قاش الله عز وجل الذين هم في صلاتهم ساهون لأن كثير من الناس تيسهوا في الصلاة ديالهم والخشوع وجبع أن يكونوا في الصلاة أيها الأحبة هذا حول هذا الفرض الفرض الثاني في الإسلام لهو الصلاة نسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أدائها في وقتها ومع الجماعة طلب الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه للحديث بقي أيها الأحبة أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته